اشتركوا في القناة قد طلبتكم بانجاز هذه التمارين كذلك قصد تصحيحها ولما تنجزونها تقارنونها بالتصحيح الذي سنقدمه اليكم اليوم اذا نبدأ على بركة الله بالسؤال الاول اقرأ الفقرة ثم استخرج منها اربعة حروف واربعة افعال واربعة اسمال اذا سنحرص في هذه الحصة على شرح السؤال نعم كما لاحظت خلال هذه الفترة التي كنا نقدم فيها الدروس نعم كانت اغلب الصعوبات التي يواجهها التلاميذ هو عدم فهم السؤال اذا فهم السؤال هو نصف الجواب اذا دائما لما نريد ان نجيب على السؤال نعم يجب علينا ان نفهمه جيدا نفهم ما هو المطلوب منا اذا في هذا السؤال اقرأ الفقرة ثم استخرج منها اربعة حروف واربعة افعال واربعة اسمال اذا لما نقرأ الفقرة نستخرج منها اربعة حروف واربعة افعال واربعة اسمال نعم كما اسلفنا في الدروس السابقة قلنا بان الكلمة ثلاثة انواع نعم هناك الحرف وهناك الاسم وهناك الفعل افهم اذا في هذه الفقرة سوف نستخرج اربعة حروف واربعة افعال واربعة اسمال فيما يخص الحروف هناك حروف الجر وهناك حروف الجزم وهناك ايضا حروف النصب الى اخره اذا هذه كلها تعتبر حروفا بالنسبة للأفعال فالامر واضح جدا نعم وكذلك بالنسبة للأسماء اذا نقرأ النص قالت سلما ما اجمل ذلك المنظر انا لم انس مشهد سائح يركب احدى عربات السياح وهو جالس خلف الحوذي لم يكن يتوقف عن تبادل التحية مع المارة ابتسمت بنت صغيرة كانت ترتدي ملابس تقليدية وبادلته التحية فطلب من الحوذي ان يتوقف ثم رجى من والدي الطفلة ان يلتقط معها صورة تذكارية كم كان المشهد رائعا اذا بعدما قرأنا النص سوف نجيب السؤال ارتأيت في هذا السؤال ان اضع جدولا يلخص الجواب نعم الجدول هو كالتالي كتبتون الحروف والافعال والاسماء نعم بالنسبة للحروف نعم هناك لم ثم عن ثم من ثم أن نعم وثم بالنسبة للافعال الافعال حرصت هنا كذلك على ان اصرفها في زمن الماضي نعم هناك افعال مصرفة في زمن المضارع في النص وانا قمت بتصرفها في زمن الماضي لدينا في النص قالت سلمة نعم الفعل هنا هو قال ثم نسية راكبة جالسة توقف ابتسم ارتدى بادل طلب رجع التقاط نعم هذه الافعال الموجودة في الفقرة بالنسبة للأسماء هناك سلمة المنظر مشهد سائح عربات السياح الحوذي التحية المرة صغيرة وكذلك هنا حرصت على ان انقل الكلمات او الاسماء الموجودة في النص نعم كما هي مشكولة نعم بشكلها اذا هذا فيما يتعلق بالسؤال الاول نعم ايو الصغار يجب عليكم ان تحرصوا على التمييز بين الحروف والافعال والاسماء السؤال الثاني ابحث في الفقرة عن كلمات منتهية بتاء مبسوطة واخرى منتهية بتاء مربوطة كذلك هنا نتعامل مع الفقرة فقط اذا هنا كذلك وضعت جذولا رسمت فيه الكلمات المنتهية بتاء مربوطة وكذلك كلمات منتهية بتاء مبسوطة بالنسبة للكلمات المنتهية بتاء مربوطة لدي في الفقرة التحية المارة صغيرة تقليلية الطفلة صورة تذكارية اذا هذه الكلمات المنتهية بتاء مربوطة بالنسبة للكلمات المنتهية بتاء مبسوطة قالت عرباتي ابتسمت بنت ثم كانت نعم سؤال بسيط جدا يكفي ان تتعامل مع الفقرة السؤال الثالث احول الكلمات من الجمع الى المفرد او من المفرد الى الجمع او العكس اذا بالنسبة للكلمة الاولى مضيفة مضيفة وهذا اسم مفرد مؤنث اذا هذا مفرد مؤنث سوف نأتي بالجمع وجمعها هو مضيفات جمع مؤنث بالنسبة للكلمة الثانية لدي كذلك هنا عكس لدي جمع وسأحوله الى المفرد اذا مفرد سيدات هو سيدة مفرد مؤنث كذلك لدي حافلات وهذا اسم جمع اذا مفردها حافلة نعم لدي كذلك ساحة هذا او هذا الاسم هو مفرد مؤنث جمعها ساحات جمع مؤنث لدي اصوات وهذا جمع مذكر مفرده صوت نعم بسيط للغاية بالنسبة للسؤال الرابع احول الجملة حسب المطلوب الجملة هي السائح منشرح نعم السائح منشرح اذا بالنسبة للمثنى المؤنث ماذا نقول في السائحتان نقول السائحتان منشرحتان نعم الآن المثنى المذكر السائحان نعم السائحان منشرحان الآن الجمع المؤنث لدي منشرحات ما هي او ما هي الكلمة التي تسبق منشرحات اذا منشرحات لاحظوا معي هذا جمع مؤنث اذا اقول السائحات منشرحات جمع مؤنث اذا بالنسبة للسياح الجمع المذكر السياح اقول السياح منشرحون نعم جيد السؤال الخامس اكمل الجمل واشكل اواخر الكلمات اذا هذا الدرس متعلق بالنواسخ الفعلية ولا بأس هنا في هذا السؤال ان اذكر بالنواسخ الفعلية اذا كما قلنا او كما اسلفنا في الدرس السابق المتعلق بالنواسخ الفعلية قلنا بان من النواسخ الفعلية كان اصبح صار ضل بات الى اخر وهناك عدة نواسخ الفعلية هذه النواسخ الفعلية ماذا تفعل للجملة الاسمية عندما تدخل عليها اذا نقول تدخل النواسخ الفعلية على الجملة الاسمية وهنا الجملة الاسمية تتكون كذلك من مبتدأ وخبر والجملة الاسمية هي التي تبتدئ باسم اذا النواسخ الفعلية تدخل على الجملة الاسمية والتي تتكون من المبتدأ والخبر نعم فماذا تفعل للمبتدأ وماذا تفعل للخبر إذن ترفع المبتدأ ويسمى اسمها تنصب الخبر ويسمى خبرها إذن هذا هو تذكير موجز للقاعدة المتعلقة بالنواسخ الفعلية إذن لدينا هنا سنملأ الفراغ نعم كما هو مبين في السؤال كانت العربة إذن لاحظوا معي هنا ناسخ الفعلية هو كان التاء التأنيث هنا لا محللها من الأعراب العربة هو اسم كان واسم كان يكون مرفوع ولكن خبرها يكون منصوب إذن كانت العربة نعم كتبت هنا واقفة نعم لاحظوا معي آخر واقفة يجب أن يكون منصوبا وقد وضعت هنا الفتحتين إذن واقفة هي خبر كان منصوب بالنسبة للجملة الثانية أصبح التقص نعم أصبح التقص أصبح كذلك وناصخ فعلي من أخوات كان التقص هو اسم أصبح قلت أصبح التقص جميلا جميلا هنا خبر أصبح منصوب لدي كذلك أمسى السوق أمسى كذلك من أخوات كان السوق هو اسم أمسى مرفوع نعم أتيت كذلك بخبر لأمسى مناسب وقلت أمسى السوق مزدحما لاحظوا معي هنا مزدحما هو خبر أمسى منصوب كذلك لدي بات النادل بات النادل بات لاحظوا معي كذلك يا من أخوات كان النادل هو اسم بات وأتيت بخبر مناسب للناسق الفعلي بات وهو ساهرا وقلت بات النادل ساهرا أنتم أعزاء الصغار نعم ستأتون بخبر مناسب هنا لا يمكن أن تكون الإجابات متطابقة للجميع وإنما نعم أن يكون خبرا مناسبا لكل جملة نمر الآن إلى السؤال السادس أدخل أحد الأفعال الناصخة على الجمل وأشكلها نعم هنا في هذه الجمل سوف ندخل ناصخا فعليا على كل جملة ولاحظوا معي اسم الناصخ الفعلي هنا جاء مرفوعا وخبره جاء منصوبا إذن يكفي أن نضع الناصخة الفعلية المناسب نقول في الجملة الأولى كان القطار واقفا نعم أتيت هنا بالناسخ الفعلي كان هنا التأنيت لا بد أن تكون التأنيت لأن لدينا اسم الناصخ الفعلي هنا مفرد مؤنت بالنسبة للجملة الموالية أصبحت الساحة مزدحمة لاحظوا معي كذلك هنا أتيت بالناسخ الفعلي المناسب أصبحت الساحة مزدحمة الناصخ الفعلي هنا وأصبح كذلك تأنيت هنا متعلقة باسم الناصخ الفعلي وهو الساحة أصبحت الساحة مزدحمة نعم الجملة الموالية المطعم ممتلئا نعم أتيت كذلك بالناسخ الفعلي المناسب صار المطعم ممتلئا صار المطعم ممتلئا إذن المطعم واسم صار وممتلئا هو خبرها منصوب إذن أعزائي الصغار أتمنى أن تكونوا قد فهمتم ما قدمته لكم في هذه الحصة من تمارين ومن أسئلة متعلقة بما أسلف وبما سبق من الدروس بما يتعلق بنوع الكلمة والنواسخ الفعلية والتاء المربوطة والتاء المبسوطة إلى آخره نعم ولا تنسوا أن تقارنوا إجاباتكم وإنجازاتكم نعم بهذا التصحيح الذي قدمته لكم وأضرب لكم نعم موعدا في الحصة القادمة بحول الله وأحطكم على المزيد من الاجتهاد ومزيد من المطابرة دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى الحصة المقبلة بحول الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة